كيفية التحضير للوقود لمضخة تغذية ذات المجبس المضخة ذات المجبس تحتوي على مضخة تحضير تتكون من يد المكاركة هذه هي يد المكاركة يد المكاركة تحتوي داخلها البلانجر الذي يتحرك داخل أمونيس لاينر ويوجد حالتان لسجيل مضخة تحضير الوقود الحالة الأولى عندما يتحرك المكاركة إلى أسفل يتحرك البلانجر إلى أسفل ويغلق صمام دقول الوقود صمام دقول الوقود يغلق ويفتح صمام خروج الوقود مما يؤدي إلى تدفق الوقود إلى النظام نظام الفيول سيستم الحالة الثانية عندما تتحرك المكاركة إلى أعلى يتحرك البلانجر أيضا إلى أعلى ويفتح صمام دقول الوقود دقول الوقود يفتح ويغلق صمام خروج الوقود فيسحب الوقود من تنك الوقود مضخة تحضير للوقود البرايمينج بام لها نفس تأثير التشغيل العادي للمضخة ذات المكبس بلحوظة مهمة جدا يغلق يد المكاركة بعد تشغيلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر